شهدت الصين تحولات عميقة وأحرزت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الماضية. سلسلة إخبارية بونوين بالأرقام عقد من التحولات تستعرض الأسرار وراء التحولات الصينية خلال السنوات العشر الماضية من خلال البيانات الضخمة. في حلقة اليوم نلقي نظرة على جهود الصين في التخفيف من حدة الفقر والتي تمكنت من انتشال ما يقرب من 100 مليون شخص من براث الفقر. جمع النظام الوطني لمعلومات التخفيف من حدة الفقر الذي أنشئ في عام 2014 22.8 مليار ملف من المعلومات حول ما يقرب من 90 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. أظهرت البيانات أنه من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الدخل المرض. تقع محافظة شيلين بجنوبي الصين بين قمم شاهقة وكانت محافظة فقيرة حتى أن الأطباء لا يمكنهم البقاء فيها لفترات طويلة. في عام 2017 كان القروي ليوانبين طريح الفرعش ويعاني من آلام الكتف وتم تسجيل حالته من قبل المسؤولين المحليين الذين أجروا استطلاعات ميدانية وتسجيل معلوماته في النظام الوطني لمعلومات التخفيف من حدة الفقر وإرسالها إلى السلطات الصحية. وجاء فريق طبي من مدينة تشينجين عام 2017 لتشخيص حالة القروي ليوانبين. وقام التأمين الطبي وصندوق الإغاثة من الأمراض الخطيرة بدفع قيمة تكاليف الجراحة. وبعد الجراحة وإعادة التأهيل تعافى لتماما وعاد لممارسة حياته الطبيعية. خلال العقد الماضي تم تبني أساليب مختلفة في الصين لمساعدة السكان الذين يعانون من الفقر. بما فيها تنمية الصناعات المميزة والتدريب على المهارات المهانية وتم انتشال ما يقرب من 100 مليون من السكان الرفيين في الصين من الفقر. اشتركوا في القناة